ناقش مدير مكتب الصحة العامة وسكن بمحافظة لاحج دكتور خالد جابر مع ممثلي المنظمات العاملة بالمحافظة ناقش جهود القضاء على مرض الكوليرا وتطرق اللقاء إلى تنسيق الجهود والإمكانيات بين المكتب والمنظمات للسيطرة على سرعة انتشار المرض ووقف اتساع رقعة الإصابة به بين المواطنين وأكد دكتور خالد جابر أن مكتب الصحة بالمحافظة يعول كثيرا على تدخلات المنظمات خاصة في مثل حالات انتشار الأوبئة وعجز المكتب وافتقاره إلى العلاجات الضرورية لهذا المرض مشيرا إلى أن إحصائية المكتب تجاوز 600 حالة إصابة بالكوليرا وأعداد الإصابات في تزايد بشكل مطلد في جميع مديريات المحافظة